بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حبايبي طلاب تانية سعر في البداية احنا ان شاء الله هنكمل بقية الوحدة الاولى كان فيه هومورك ديتهولكو اسئلة قلتلكو تبقى تحلوها عايز اشكر هاجر راجب شكرا لك يا هاجر المرة اللي فاتت هي لقيتها حلت في التعليقات الاسئلة كلها اللي انا قلت عليها وهي ممتازة بصراحة حلت كل اسئلة صح وزي ما قلتلكو هتابع معاكم في التعليقات اللي هيحل وان شاء الله هنشوف اللي هيكون حال الكل صح هيطلع معايا في الفيديو اللي بعده هنراجع سريعا على اهم الكلمات في الوحدة الاولى كلمة كفء اللي هي efficient efficient يعني كفء وفد delegation وخلي بالكو بتيجي في الاختبارات trade delegation اللي هو زي ما قلنا قبل كده وفد تجاري trade delegation grand children اللي هم الاحفاد ليدر قائد وادابت وان يتكيف او يتأقلم معه وبتاخد حرف الجر to adapt to operation عملية بتاخد do operation qualify يتأهل treatment علاج او معاملة treat foundation تأسيس heart transplant زراعة قلب اما heart surgery جراحة قلب retire يتقاعد retirement age سن التقاعد marital status حالة اجتماعية surname اللي هو اسم العائلة address الانوان دي كانت اهم الكلمات عندنا في يونيت 1 كلمات المهمة جدا يعني معاكده ان احنا ما نحفظه دول لا لازم نحفظ كله وعايزكم تحفظولي الصف اللي هو على يمين الباقي المفروض ان تحفظته على الشمال وحفظته الجزء اللي فوق ده تعال انحل مع بعض كده وانتشوف بتيجي ازاي الاسئلة some people بعض الناس enjoy بيستمتعوا بنقط some useful things طبعا هنا things يعملوا حاجات مفيدة ممكن تاخد make او ممكن تاخد do على حسب كلمة things هنا هل معناها اشياء ولا معناها امور لو امور تبقى make things لو اشياء تبقى do things طب هنا اشياء اهي جاب معنى اشياء يبقى doing things خلي بقى لكم الحتة دي his work is very عمله is very exciting احنا حلينا الكلام ده المرة اللي فاتت تعال انشوف مع بعض القطعة اللي هي فيها فراغات واحنا المفروض نهلها people can communicate يتواصلوا يبقى communicate with يتواصل مع communicate with they can talk طب تاخد حرف الجر ايه talk to خلي بقى لكم talk to anyone طالما جيه شخص بعد كلمة talk يبقى talk to يتحدث مع as for the disadvantages العيوب بقى it can make نقط lazy it can make you can make them هنفروض بقى هنا make them هتخليهم اصدوم على الناس zim هنا عيدة على الناس zim lazy may telephone friends ممكن يتصلوا بالاصدقاء instead of instead of بدلا من visiting them people spend too much time هنا هنحط كلمة to اللي هي t-o-o too much time talking اه انا عايز اقول لك بقى بقى بيتكلموا في their mobile talking on their mobile talking on their mobile يبقى خلي بالكو ان هنا they can talk انا بتكلم على الناس ممكن تتواصل مع بعضها البعض they aren't وهم مش من نفس المكان ممكن talk to anyone يكلموا اي واحد they may telephone friends يتصلوا بالfriend instead of بدلا من يبقى القطعة احنا حلناه يمكن في الاول هتحسوا مية صعبة ولكن بعد كده مرة مع التانية هتبقى اسهل كتير انا عايزك بس تعرفوا صحابكم بقناة hello الشهاب اللي هي القناة اللي احنا عليها ديت وعايزكوا تتعملوا شير للفيديوز على الواتساق وتعملوا شير على الفيسبوك علشان عايز يكون فيه يعني ناس كتير تستفيد من الفيديوهات التعليمية لان التعليمية بتبع اقل مشاهدة تقريبا درس القراءة اللي عندنا احنا عارفين الوحدة كل واحدة بي فيها درس القراءة درس القراءة عنùng بروفيسور ماجد يعcool الله طب هتقول لي ايه المهم في درس القراءة وحنا هبقى عندنا اسئلة وهنجب عليها في عاتلي كده لا مش دي الفكرة كده الفكرة انا هيجيب لك مثلا جملة من بتاعت ماجد يعقول وانت هيجيب لك نقط وانت تكمل بكلمة زي اللي انحنا لسه حالينا متشواج خلي بالكم من كلمة يعني جراح قلب عالمي مشهور خلي بالكم ممكن يقول لك ماكدي عقوب إذا نقطت فيماس هارت سرجن يبقى إذا نقطت فيماس هارت سرجن يبقى فيماس هارت سرجن جراح مشهور خلي بالكم طالما جيهنا مكان اتولد في مصر في سنة 35 يعني هو كان ابن جراح يعني بابا كان جراح اشتغل في اماكن مختلفة يعني كانت بتضطر ان هي تنتقل كل سنوات قليلة يعني كل كم سنة كده تنتقل من مكانها المكان تان لذلك يعقوب ليرنت اتعلم ان هو خلي بالكم هاي هيجيب لك ادابت نقط او نقط تو ادابت تو يتأقلم او يتعود على المواقف المختلفة واستمتع بلقاء ناس مختلفة لما عميته ضايد ماتت علشان كان عندها مشكلة في القلب خلي بالكم عمل حتة دي بيكاز اوف هيجيب لك يقول لك بيكاز نقط بيكاز اوف هارت بروبن علشان بيكاز اوف يعقوب ديسايدد تو بيكام هارت سيرجن قرر ديسايدد تو خلي بالكم ديسايدد تو قرر ان يصبح جراح While He studied medicine درس الطب take care university and qualified ويتأهل as a doctor كدكتور سنة 57 في سنة 60 He taught at Chicago ught thought يعني درس الى جاء مجموع الماضي بتاع كلمه teach At University درس في signification جامعة شيكاغو في الملات المتحدة الأمريكية وعمل معه يعمل معه يعني الكثير من الجراح افضل الجراحين في العالم ناوي عقوب عنده يعني ايه كلمة المؤهلات يعني الخبرة أي بقى كلمة تاخد دو لما تيجب معنى اشياء يعمل اشياء في سنة 73 بقى اصبح جراح قلب في جامعة هارفرد او في مستشفى هارفرد في انجلتان تحت زعامته قوياته هارفلد مستشفى هارفلد اصبحت يعني بقت اصبحت هي ايه بقى هي المركز الاكسر اهمية لزراعة القلب في الدول خلي بالك ان انا عندي هنا زراعة لما يجب لك سنة في سنة تمانين بداية سنة تمانين كان جزء خلي بالكم اللي هو عمل اول عملية زراعة القلب اهي ده هي اللي هي اصلها دو طب ليه حد يقول لي يا مستر حطناها دد لاني بتكلم في الماضي فعل عمل دد ما هي دو الماضي بتاعها دد التصريف الثالث دان يبقى دد عشان كلمة بتاخد وقت وهنعرف ايه الفرق بندو ميه في الوقت دا يعقوب ترابلد سافر ساودان في كيلو متر الاف الكيلو مترات في سمول بلينز افتغارات صغيرة كده وهليكوبتر لتجد حيثي هارتز لان يدور على هيلسي هارتز هنا يعني قلوب هيلسي صحية عشان يزرع يعقوب بكيم اصبح مدرس في جراحة القلب في لندن اوضو هي ريطايرد خلي بالكم بقى ريطايرد از تقاعد ك كايبقى كجراح ازا سيرجن خلي بالكم التلاتة دول ريطاير از سيرجن او ريطاير از الوظيفة تقاعد كمدرس هي ريطايرد از 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 يبقى ريطاير از خلي بالكم الحتة يعقوب استمر انه هو continue to research يبحث على علاجات جديدة جملة دي مهمة الحتة في ثلاث كلمات دول research new treatments هو رئيس مؤسسة مجد يعقوب للألم which is one of the largest organization in Egypt واحدة من اكبر منظمات في مصر 2009 المؤسسة دي اتفتحت في اسوان وده معناه ان many Egyptian patients الكثير من المرضى المصريين with heart problem في نقطة هنا اي مرض او اي حد مريض بحاجة بنقول with heart problem with lung problem عنده مشكلة في الايبة هنا بناخد حرف الجر with وده بتيجي في القطعة اللي هي فيها نقطة خلي بالكم زي ما قلتلكم القطعة اللي فيها مسافات ديت ان شاء الله مش مش هسيبكو غير لما تروحوا الامتحان هتبقى بالنسبابكو سهلة جدا تقولوا ما احنا متعودين عليها وتقفلوها وتقفلوا الانجليزي كمان بس محتاج دعموكو محتاج تعمل لايك تعمل تعليق شير عرف صحابك شير الفيديو اهي هنجيب القطعة ونشوف ازاي مجدي عقوب is one of the world's not respected surgeon world's famous respected surgeon واحد من الاي من world ممكن نحط مكها باك ممكن تبقى اكتر من حاجة يعني ممكن مسلا تقول one of the world's famous respected surgeon one of the world's well known معروف ممكن تحط اي صفح يعني مش شرطة تقايد باللي في القطعة قصدي يقول لك لو نسيت he was born هنحط هنا was born يعني ولد he decided early on that he wanted to become كان عقوب يمكن نقول to become a doctor and حط اي بس اه and help others he studied medicine at Cairo University and after that وبعد كده moved most of his pioneering work in this field of heart في هذا المجال اللي هو هرت ايه heart transplant زراعة القلب او heart surgery جراحة القلب came during his stay in hospital جي من ان هو كان بيقعد في المستشفيات he is well known هو معروف تكتبو لي في التعليقات حل للثلاث نقط الجايين ايه حكايت بقى ميك و دو معلش هنعرف الفيديو هيتطول شوية بس لقيت فيه ناس في التعليقات بتقول لي ما فيش مشكلة طول الفيديو ودول لي برضو رأيكم لو الفيديو هيبقى تحسوا ان هو ممل او طويل يعني فممكن نبقى نقلق له ميك و دو يعمل اكتشاف يصنع ميك معناها يصنع ودو يعني يفعل ميك ادسكابري حاجة ما كانتش موجودة واكتشافها ميك اترابل يعمل مشكلة مرة واحدة قمت انا عملت مشكلة مثلا مع اي حد خلاص بتيجي فساء سهلة ميك اترابل ميك اتشويز يعمل اختيار سهلة انا اخترت مثلا الشوز دي الجزمة دي تبقى هنا ميك اتشويز اهيه ميك اكويتشن يعمل سؤال سؤال ميك اجيرني كل دي حاجات مرة واحدة بتيجي ميك اديزيشن يتخذ قرار مرة واحدة انا اتخذ قرار انه هنزل يبقى ميك اديزيشن اتخذ قرار و ميك اديزيشن يبقى انا عندي كلمة ميك بتيجي مع الحاجات اللي هي ما بتاخدش وقت ولا مجهود وبتيجي مرة واحدة بسرعة ميك ذا بدي يرتب السرير ميك اترابل يعمل رحلة مثلا انت وصحابك يلا جماعة احنا هنطلع بكرة هنروح رحلة يبقى ميك اتريب اهي مش محتاجة ميك ابلان خطة ميك افون كول يعمل مكالمة ميك امستيك يقترف خطأ ميك نويز يعمل ضوضاء اهي ميك نويز يعمل ضوضاء مرة واحدة وانا قاعد اهو بخبط سمعين ها عملت ضوضاء وانا قاعد اهو ما خدتش مجهود ولا حاجة يبقى هنا جات بسرعة ميك نويز تحفظوا كل الحاجات اللي تيجي مع ميك ايه ده نحفظ كل ده اه يعني مش كتير والصف ده بس الفكرة في ايه انتكون فاهم عشان في الامتحال لو نسيت هتبص امستيك خطأ ده ما بيحتاجش وقت خلاص يبقى ميك امستيك اه مثلا نويز اه لا ده انا فاكر التغبيط ده مرة واحدة وانا قاعد بخبط ميك نويز دو دو بقى بتيجي مع الحاجة اللي محتاجة وقت ومجهود دو ريسيرش يعمل بحس دو هومورك لما تيجي تعمل بحس محتاج ورق ومحتاج تتخش على الانترنت محتاج شغل كتير تسأل المدرس تسأل اصحابك دو هومورك لما تيجي تعمل الواجب بتاخد وقت تعمل الواجب فيه دو بي اتش دي اللي هي الدكتوراه طبعا محتاجة سنين يبقى تاخد دو دو ويرك يعمل شغل دو جب يعمل وظيفة سواء شغل بقى او وظيفة او الكلام ده كله بياخد وقت يعني انا عشان اعمل فيديو هو مثلا اعتبر ده شغل هاخد مني وقت ياخد مني ساعة اثنين ثلاثة يبقى انا كده باخد دو دو دامج يدمر عشان تخش تدمر مثلا بيت دمر مدينة تدمر عربية محتاجة وقت ومجهود يبقى هنا دو يبقى ايزا الحاجات اللي بتاخد دو اللي هي بتاخد وقت ومجهود ممكن حد يقول لي طب ما هي دو بيتر يتحسن اهي محتاجة لها لما انت عشان تتحسن محتاجة وقت دو جود برضو نفس الكلام دو شوبينج يتسوق محتاج تقعد تلف شوية علشان تجيب الحاجات اللي انت عايزها دو افيفور يصنع معروف محتاجة وقت دو اكوز يعمل مسابقة او امتحان صغير دو هارم دو ريبرت اون يعد تقريرا دو زا كلينج يقوم بالتنظيف دو سويبينج بروجيكت مشروع ودو اوبريشن مهمة جدا عملية زي ما عرفنا مع ماجد يعقوب دو اوبريشن تتحفظ جدول ده هنا وهنا هاسبلكو هاسبلكو برضو الملزمة في اول تعليق علشان تحملوها وتطبعوها وتذكروا على طول لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك ودعمنا باي شكل من العشكات شكرا لحضراتكو والسلام عليكم شكرا لحضراتكو